اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه التغطية المستمرة معكم عبر شاشة اكسترانيوز التي نخصصها هذه المرة للحديث عن جهود الدولة المصرية في المحاصيل الستراتيجية والامن الغذائي مع حصاد محصول الارز وجن القطن المصري الاشهر عالميا تابعونا الهدف الاول المواطنين تاكل كويت ياكل اكل صحي دي هو اكل قال الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير انتاج الارز الهجين بوزارة الزراعة ان مصر تتربع على قمة العالم في انتاج الارز وذلك بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية مشيرا لان هناك تطورا كبيرا في الاصناف حيث اصبح هناك اصناف تستخدم كميات اقل ما بين 5 الى 6 الاف متر مكعب بعدما كانت تتراوح بين 8 الى 9 الاف متر مكعب في الموسم وكذلك مدة مكوثها في الارض مثل الصنف جيزة 175 الذي يستمر لمدة 120 يوم فقط اضاف الموافي ان متوسط الانتاجية للاصناف القديمة كان 42 من 10 طن للفدان في حين ان الاصناف الجديدة متوسطة الانتاجية 4 طن للفدان يعد معهد بحوث المحاصيل الحقلية العمود الفقرية لمركز البحوث الزراعية نظرا لدوره الهام في تطوير انتاجية المحاصيل الاستراتيجية حيث يهدف المعهد الى تعزيز سياسة وزارة الزراعة والتصلاح الاراضي من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتي تقدم الحلول الاهم لاهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمزيد حول حصاد محصول الارز احد اهم المحاصيل الاستراتيجية والمرتبطة بالامن الغذائي ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية برحب بحضرتك الدكتور اهلا بحضرتك فانديم في البداية لو تحدثنا عن اهم الجهود التي تبدلها الدولة المصرية لتأمين المحاصيل الاستراتيجية طبعا انا بحضرتك على المقدمة الاستراتيجية والمعلومات الدقيقة جدا حضرتك طبعا احنا معهد المحاصيل الحقلية هو فعلا عمود الفقر للزراع المصرية معهد المحاصيل الحقلية له ثلاث ادوار رئيسية تبدأ باستنباط الاصناف الجديدة زي معهدك اشارتي اصناف جديدة من الامح والدرة والارز والحاجة الثانية انه جينتج التقاوي اللي بتروح للمزارعين التقاوي الاساس والحاجة الثالثة نقل التكنولوجيا وتوعية المزارعين بالتقلير الحديثة في المجال الاول بتاع استنباط الاصناف احنا النهاردة بحيك اشارتي يعني حضرتك كل الكلام اللي ممكن اقوله ان طبعا الارز عندنا النهاردة اصناف الارز اصبحت قصيرة العمر بعد من 160 ل120 يوم الوقت و110 يوم احيانا وانتاجية عالية قصر عمرها ده بيوفر في كميات المياه يزير عن 25% اصبح الرز للوقت بتاعنا قابل انه هو يزرع بالبضار والتصطير بدل ما كان يزرع بالكده بالشكل فعندنا النهاردة حقيقنا المعادلة الصعبة بين انه يوفر مياه وحصل المحصول عالي ده وحاك ما اشارتي ان احنا النهاردة انتاجيتنا بتعدى اربعة طن للفدان وتوصل اربعة ونص وان احنا زمان كنا حوالي اتنين واربعة من عشر اتنين وستة من عشر طن للفدان فده ناجح كبير جدا في استنباط الاصناف المعلومة التانية المهمة ان احنا موفرين تقاوي اساس بتغطي مساحة المحافظات لتزرع الرز بالتقاوي المعتمدة وده طبعا نشاط كبير جدا لمعهد المحاصيل مع الجهات المنوطة باكسار الاصناف زي ادارة التقاوي وزي الشركات ده يخلينا نسأل سؤال اهمية التكنولوجيا وطبعا البحث العلمي في زيادة الانتاجية دكتور خالد يعني بالتأكيد مواكبة العصر بتزيد من يعني فكرة زيادة المحصول وارتفاع جوداته كمان حالك طبعا احنا بدون التكنولوجيا الحديثة وبدون البحث العلمي ما كناش وصلنا لأي حاجة اللي احنا فيه دلوقتي وكنا بقينا طبعا خطوة الخلف لكن دلوقتي احنا بنتكلم بفخر ان احنا النهاردة الدولة الاولى على العالم في انتاجية الرز اعلى انتاجية عندنا في مصر واعلى جودة على مستوى العالم نتيجة البحث الزراعية والنشاط الكدير للبحث عن علم في مصر محطات البحث اللي بتعمل على قادم الوصاق ان احنا النهاردة جبنا السؤالات من بره واشتغلنا عليها وطلعنا اصناف جديدة ممتازة عندنا بدل الصنفة خمسة وستة وسبعة كلها اصناف قصيرة العمر اصبح النهاردة انا بحث درس بالي اسبوعين دلوقتي طبعا الارض عندي فاضية فقط طويل الارض الفاضية بسافة كلها بتوفر عليها في استهلاك المياه طبعا وبتوفر اللي ممكن ازرع عروة تانية من محصول اخر النقطة اللي كانت مهمة جدا اللي طبعا كان مع الوزير يعني كلبنا بيها النشاط الارشاد المكسف عشان التكنولوجيا يتوصل للمزارع من غير ما وصل المزارع معلمات عن الصنف جديد والتقاط الحديثة اللي قوم بيها التقاط المناخية الشديدة النهاردة لدي بيكون عندي صنف جديد مرن مناخيا يتحمل حرارة عالية يتحمل ملوحة الطربة وغيره فكل اصلافنا الحديثة مرنة ملاخيا تتحمل التقاط المناخية محصولة عالية قصيرة العمر احنا عامين قوافل ارشادية مراكز ارشادية طول الموسم بنشجع المزارعين وده نتكتن عكس دلوقتي واحنا بنحضر الحصاد ما شاء الله الحصاد حضرنا اخر حقل في الشرقية كان اكتر من اربعة وثلاثة من عشر وثلاثين الفدان وغيره برضو من محافظات وده طبعا هيشدين الحاجة تانية محصول الدورة الشامي اللي هو المحصول استراتيجي يعتبر التالي في مصر بعد الامح طبعا احنا دلوقتي في الدورة الشامي محصول اول في الاعلاف ومحصول صيفي مهم ومساحته بتغطي معظم اراضي المصر فيه الموسم الصيفي فاحنا برضو نفس الكلام عندنا هجن حديثة عالية الانتاجية واحنا دلوقتي في موسم حصاد الدورة كمان عندنا هجن بازال انتاجيتها اكتر من 100% عندنا دلوقتي اكتر من 25 ارداب الفدان دلوقتي فالنهاردة احنا عندنا تقدم في مجال المحاصيل استراتيجية تماما وطبعا الموسم الشريطوي بيكون فيه عندنا الامح طيب كل ده الحقيقة انه لم يكن ليتحقق بدون بالتأكيد جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح المصري العامل الاساسي في هذا القطاع المهم بالتأكيد الدولة المصرية عملت على زيادة محافزات الفلاحين وايضا تدريب المفلاحين على استخدام التكنولوجيا الجديدة يعني كيف تدعم الدولة المصرية الفلاح وتحفيزه لزيادة الانتاجية في فدان الارز اول حاجة طبعا ان هي الدولة بتمده بالاصناف الحديثة العالمية في انتاجيتها متوفرة عند كل المزارعين ويختار الصنف اللي هو عاوز الوقتي كلها اصناف ممتازة الحاجة التانية بتمده بالمكان الحديثة موجودة متوفرة تماما دلوقتي من الزراعة حتى الحصاد اللي بتوفر معاه في الفاقد في المحصول الحاجة التالتة ان هي بتحقق له ان النهاردة اصبح المحصول بتاعه عمره قصير ووفر معه في المياه كان الرزو طول عمره متهم ان هو مستهلك للمياه ومكلف المزارع في عاملات الري النهاردة بوفر على المزارع اكتر من 25% من كمية المياه بتاعته واحنا عادينا حمالات قومية في محافظات زراعة الارز طول الموسم نمازج ارشادية مزروعة نوري المزارعين الاصناف جدا ومميزاتها نعمل لدات ارشادية نعمل قوافل نوعي المزارعين بالامراض السائدة نقومها ازاي نديهم توعية لو في حرارة عالية نقدر نتعامل معها ازاي من معايد الري والتسميد وغيره فالدولة عامل نشاط كبير جدا انعاكس النهاردة ان كل المزارعين بحصول دلوقتي ما شاء الله انتجيتهم ضعف اللي كان بيحصل من 10 سنين مثلا وده النهاردة نجاح كبير وخدمة للوزارع وطعم مع حقابة الوزارع الجديدة التركيز اكتر على النشاط الارشادي لاننا لما وصلت النهاردة الاصناف انتجيتها عالية خلاص عالمية محتاج المزارعين بقى ان يكون عند الحقل المزارع يدي انتجية الصنف زي الحقول البحثية فمن هنا انطلقت قافة الارشادية المراكز الارشادية الندوات اللي بتعمل من قبل زراعة حتى الحصاد انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خارد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على وجودك معايا وكل ما تفضلت به كشف معهد بحوث القطن عن خطة وزارة الزراعة على التوسع في زراعة القطن والتي تسعى من خلالها لمضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القطن لتصل الى 750 الف فدان بحلول عام 2030 والحصول على معدلات انتاجية تتراوح بين 10 الى 12 مليون قطن زهر بما يلبي التوجهات التصناعية التي تتبناها الدولة اضاف المعهد انه تم البدء على عمليات الجني وموسم الجني في الوجه القبلي في محافظة بني سويف وانه جار الاستعداد لموسم التصويق الجديد وفتح الحلقات لاستقبال الاقتان والانتهاء من الخطوات التنفيذية لموسم تصويق القطن 2024 و2025 والذي من المتوقع فيها القصول على حوالي مليوني قنطار قطن زهر المزيد حول جني محصول القطن والتوسع في زراعته ينضم الينا عبر هاتف الدكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن اهلا بحضرتك دكتور اهلا بحضرتك جهود الدولة المصرية بالتأكيد في قطاع الزراعة كبيرة ولكن تحديدا لو تحدثنا عن التوسع في زراعة القطن جهود الدولة المصرية ممثلة القيادة السياسية فخامة رئيس عبد الفتاح السيفي والسيد وزير الزراعة والتصلاح الأراضي والسيد رئيس مركز البحوث الزراعية ومع البحوث القطن حضرتك في اولا الدفع بسلالات نقية عالية الكفاءة الوراثية تعطي اعلى امتادها من وحدة المساحة من كل الاصناف الموجودة على الخريطة الصنفية سنويا سواء كانت هذه التقاوي انتاج شلالات نقية من بزرة الاساس او بزرة او البزور المعتمنة دي بتدي اعلى طاقة انتاجية واعلى انتاجية من وحدة المساحة وده اللي احنا شكناه فيه يأخر خمس سنوات من الانتقال من متوسط محصول اربع وخمس ألاطير للفتدان الى متوسط نطير 7.5 انتار للفتدان والخطة المستقبلية للوصول من 9 الى 10 انتار للفتدان من كافة الاصناف المنزرعة من الوطن بالاضافة الى الدفع معهد بحوص القطن خلال اخر خمس سنوات بستة اصناف من القطن تعتبر هي اعلى الاصناف انتاجية في تاريخ الاقتنى المصرية منذ اكثر من 200 عام بالاضافة الى صفات الجودة القياسية والتي خلقت وتقلق لي القطن المصري مكانته المرموقة في السوق العالمي ده كله فدنا بالاضافة الى الحملات الارشادية والارشاد الزراعي وعمليات تدريب المزارعين والمرشدين واخصاء المكافحة واخصاء والاخصائيين الزراعيين بالمحافظات الاربع تاشر اللي بتزرع قطن على مستوى الجمهورية طيب بالتأكيد نحن في انتظار عمليات الجني وموسم الجني لمحصول القطن سعدات كبيرة ربما تتخذها الدولة المصرية او قطاع الزراعة تحديدا وزارة الزراعة لموسم التسويق الجديد لطبعا استقبال الاقتان والانتهاء من الخطوات التنفيذية لموسم التسويق يعني حدث كبير ولكن خلينا نسأل اين يوجد ترتيب القطن المصري عالميا مع كل هذا التطور وهذا الاهتمام الذي تليه وزارة الزراعة بمحصول القطن حضرتك يكفي ان انا اقول لحضرتك والسادة المشاهدين ان مصر هي الدولة الاولى عالميا في صفات جودة الاقتان وفي صفات جودة الاصناف اللي موجودة فيها لا يوجد اي دولة من السبع وستين دولة اللي بتنتج اطنع على مستوى العالم يوجد فيها اصناف تضاهي او تماثل صفات الجودة او قياسية للاصناف المصرية فمصر هي الدولة الاولى عالميا في صفات جودة الاصناف على مستوى العالم وهي الدولة رقم اثنين في العالم في الانتاجية للاخطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تمد السوق العالمي تقريبا في حدود من 23 الى 25% من اجمال ما يحتاجه الأسواق العالمية والمجازل العالمية من الأخطان الطويلة والطويلة الممتازة العالمية. الدكتور وليد يحيى وكيل معهد القطن. بشكرة بشكرا جزيلا يفاند. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.